إطلاق نظام سوري للحملة العسكرية الأخيرة في محافظة درعة قرب الحدود الإسرائيلية والأردنية لم يكن ممكناً دون موافقة موسكو بحسب ما كشفه تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وذلك يصلت الضوء على الأهداف المعقدة والمتضاربة أحياناً لموسكو والتي تدفعها للعب بين أطراف مختلفة لإبقاء دمشق وطهران تحت السيطرة وحماية مصالحها الخاصة في سوريا وبحسب تقرير معهد واشنطن فإن الهدف النهائي للكريملين هو فرض سيطرته الفعلية على القسم الأكبر من سوريا سواء عبر قوات النظام البرية وأيضاً من خلال صناديق إعادة الإعمار الدولية وهذا هو السبب وراء دعم العناصر الروسية لحملة درعة من الجانب الآخر يسعى الأسد لسيطرة بالقوة وفرض سياسة التطهير العرقي وفقاً للمعهد الذي رأى في تقريره أن واشنطن عليها التدخل والتصرف لوضع حد لتغلغل الروسي وشيراً إلى أن السلوك الروسي تغير مؤخراً حيال الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا وسط تقارير فدت بأن موسكو ساعدت قوات الأسد في اعتراض ضربات صاروخية إسرائيلية ضد أهداف مرتبطة بإيران في محافظتي حلب وحمص كما أن النهج الروسي قد يشجع إيران وحزب الله والميليشيات الأخرى على تنفيذ أعمال جديدة تشكل تهديداً لإسرائيل ما سينعكس على المصلحة الأمريكية الكبرى في الاستقرار الإقليمي مع مطالبة إدارة بايدن بمراجعة سياستها في سوريا وإعادة النظر في دعم المعارضة في الجنوب وكذلك التنصيق مع الأردن حول الاستجابة المناسبة لملف النازحين داخلياً وللاجئين كذلك وإدراك أن هذه التطورات الأخيرة في درعة تثبت أن أي محاولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد قصيرة النظر بحسب تقرير المعهد